لكن ربما في الجزء الفني لأن فيلر أجنبي خالص يعني بمعنى هي أجنبي خالص لم يعمل في المنطقة قبلا فالرجل الهواء حتى لو يعي تماما يعني إيه ديربي في بلاده ثم في أفريقيا اللي اختارها في أول خروج ليه مع النادي الأهلي أو الخروج خارج يعني القارة العجوز فالرجل بيجرب يعدل يبدل أو بيرى أن الكرة التي ألعبها هي كرة مؤحدة يعني عايز يهجم عايز كل الحاجات اللي الاستوديوهات والخبراء بيحللوا وأنه بيجي من فوق ومن الجنب وكذا وبالتالي لسه ما تمصرش شوي كارتيرون عنده تور تاني خالص في أفريقيا وكذا وبما فيها مصر ويعي تماما الغضبة اللي بتحصل فيركز كثيرا في الديربي أو الكلاسيكو ده الجزء الخاص بتقييم فيلر الذي لا يجب أبدا أنه يخرج يعني محللين وخبراء بنحترمهم جدا علشان ينسوا حاجة على فكرة ممكن يقول عليه لا يصلح هو حر بس هو نسى 16 أسبوع كان دائم المتع ودي غريبة الحقيقة يعني سواء على الرجل أو على بعض اللعبين اللي فجأة لا يستحقوا ارتدال فنيلة الحمراء لو هذا الكلام جائز كنت فين في الأسبوع العاشر والتامن وانت راجع بقى مش وانت جاي لا وفكرة التحول المفاجئة يعني انت كل حاجة وعكسها ما أنا بقول لحرطة يعني انت مين فيهم لا تحمل أي منطق لكن الحقيقة الهجمة يجب أن يرعاها الكل لأنه لما بتضرب في الكبير إذن هناك مستهدف المستهدف هي واضحة هي شلة تسعى لأن كل واحد وشلة واضحة بما فيها العمل السياسي وانت شفت صور للشلة دون أسماء بتناصر مرشح ما من جيلهم في أحد كياناتنا التشريعية ومن ثم ده بقى بيقول أنا هاخد اتحاد الكرة وده بيسعى للزمالك وده بيسعى الأهلي الأخطر أنهم بيسعوا لضرب الأندية الجامهرية مقابل الأندية عملت السحب من بعيد فكرة الاستثمار المنجوجة اللي تكلمنا فيها يوم افتتاح أستاذ الأهلي والسلام تمام؟ كلمنا في الفكرة دي وأنه لا يوجد أصلا أي استثمارات حتى لو بقال على الأديم أو سوبر ماركت بدون زبون يعني إذن أنت إما هتخزن البضاعة واتبعها أو تاخد بضاعة بالقص وتحرقها وتبقى راجل غني لكن هتهرب من البنوك أو كذا أو المقردين يعني أنا عايز أقرب الصورة للمشاهدة وفي النهاية بس اللي أنا عايز أقوله أنه ده لا يصب في مستحة الصناعة لحاجة تكلم عليه لا لا أقوله لك عشان كده الأهلي المستهدف رقم واحد واثنين ومن بعده وانت جاي الأندية اللي عملت السحب دي هتشوفها مش الأندية في الاستثمار كأندية يعني تفي بوعود وعهود شكل مصر الجديدة من عشرين تلات عشر اللي هي بتسكي الناس تستطيع الاشتراك أولادهم لغاية سن معين ثم ينطلقوا نحو أندية أكبر في كل الألعاب لا أندية تانية ويقولك هلعب ربعة وهلعب تانية وهلعب من أين لك التمويل الكلام اللي احنا قلناه كتير ده شكرا